اشتركوا في القناة في درس أمس عند قوله تعالى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فهذه صفة أخرى من صفات المنافقين وقد سبق أن الله سبحانه وتعالى قد جل صفات المنافقين وفصلها وبين أحوالهم وفضحهم سبحانه وتعالى حتى يحذر المسلمون شرهم وكيدهم ولهذا قال وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هذا يبين أنهم ليسوا من أهل الإيمان إنما يتحينون الفرص فيلقونهم لأجل الكيد والمكر فهم ليسوا معهم ولا منهم وقول إذا لقوا إشارة إلى أن اجتماعهم معهم مجرد لقيا وليست عن محبة ولا عن إيمان إنما يتربصون الدوائل ويقال وإذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا هذا يبين أنهم ليسوا من الإيمان في شيء جنة قال إذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا فكأن المعنى أنهم بل المعنى أنه ليس عندهم إيمان بل أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فكانوا بهذا الوصف أعظم ممن أظهر الكفر صراحة قالوا آمنا وهذا يبين ما هم فيه من الريب والذي يقول قالوا آمنا بصيغة الفعل جاء بهذه الجملة على صيغة الفعل وأن إيمانهم في حال اللقيا وهو إيمان يظهرونه فليس إيمانا ثابتا وليس إيمانا مستمرا إنما حال لقياهم لأهل الإيمان يقولون آمنا حتى ينتفعوا في الدنيا في لقائهم لمن هم من قراباتهم بل قد يكونوا بعضهم أهله أو من عمومته نحو ذلك فينتفع وينتفع أيضا حين نصاحب في بعض أمورهم فيكون قصد بذلك الدنيا فجعل الدين فيما يظهر مركبا لاستياد الدنيا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هنا لقوا هذا الفعل الماضي لقوا الذين آمنوا يقول أهل العربية إن أصله لقيو لقيو وذلك أنك حين تصرف الفعل تقول تجمعهم تقول يلقون يلقون مثلا ففي بعض تصارفه الواو موجودة فدل على أن أصل لقيو أصله لقيه نعم أصل لقوا لقيو والفعل منه لقي فأصل الفعل يا أصل الفعل يا لقي على وجه فعيل فلما أنه كان على هذه الصفة لقيو واستثقلت الضم على يا وتحركت هذه الياء فنقلت حركتها إلى القاف وحذفت فقيل لقوا فإذا فقيل لقوا فأصله لقيو أي فعلوا على وجن فعلوا فلما حذفت الياء صال لقوا على وجن فعوا لأن لام الفعل حذفت فصار بالفاء والعين فإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم انظر إلى قوله سبحانه وتعالى إذا خلوا إلى شياطينهم ما قال خلوا مع شياطينهم قال خلوا إلى شياطينهم وهنا هذا الفعل هل هو مضمن حرفا أو مضمن فعل هل يضمن الفعل أو يضمن الحرف أهل البصرة يضمنون الفعل وأهل الكوفة يضمنون الحرف فيقولون خلوا معناه مضوا وأسرعوا ورجعوا يعني يجمع وصفين خلوتهم بهم ورجوعهم إليهم وإسراعهم إليهم فجمعوا بين وصفين لأنهم لا يصبرون عن أصحابهم من المنافقين من رؤسائهم وليقال وإذا خلوا إلى شياطينهم فالتعبير بخلوا وتضمين خلوا فعل أحسن من تضمينه حرف بأن يقول إذا خلوا مع شياطينهم بعض المعربين يقول خلوا إلى شياطين خلوا مع شياطين لأن خل تتعدى بمع فيضمن الحرف لكن أهل البصرة ضمنوه الفعل ليجمع بين وصف فعلين فعل مذكور وفعل مضمن ومعنى خلوا أي رجعوا وأسرعوا وذهبوا أي فعل تقدره فهم حين يذهبون إلى أصحابهم من المنافقين يسرعون إليهم ثم يخلون معهم فيدنبرون المكائد لأهل الإسلام ويقال وإذا خلوا وابن قيم رحمه الله يقول في نوحات البصرة وهالكوفة يقول أهل البصرة أهل المعاني بمثابة الفقهاء الذين يعتنون بالمعاني وأهل الكوفة بمثابة ظاهرية أهل النحو مثل الظاهرية في الفقه فلا يعتنون بالمعاني فيقول إن أهل البصرة هم أهل المعاني في باب النحو يعني هذا في الأغلب وإلا قد يكون اختيار البصرة كثيرا ما يكون أقرب وأصوب فقوله إذا خلوا يعني إذا مضوا وأشرعوا ورجعوا فيجمعون بين وصفين كما تقدم ذهابهم إليهم وخلوتهم معهم فيظهرون الحقيقة بل كلهم منهم يعرف حقيقة الآخر إذا خلوا إلى شياطينهم كما قال سبحانه وتعالى وإذا أخلوا شياطين رؤساء الكفر من المنافقين من اليهود وكذلك من الأوس والخجرج ممن كان على النفاق مثل بن أبي سلول وأمثاله عبد الله بن أبي سلول إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أتوا بالجملة الفعلية الدالة على الثبات نحن نحن ثابتون معكم نحن لا نتجحجح عما أنتم عليه إنما نخادع هؤلاء ونلعب بهم ونستهجئ بهم فليهم إذا خلوا إلى شياطينهم يعني هؤلاء المنافقون إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهجئون نلعب بهم وشيطان كل شيء هو العاتي فيه صاحب العتو والظلال فيه تقدم أن شيطان من مادة شطن شطن وش وزن شيطان نعم شيطان فيعل من شطن لأن قيل إنه من شاط أي احترق وقيل إنه من شطن لكن الأظهر أنه من شطن لأنه حيث تصرف حيث تصرف فإن النون لا تسقط النون ما تسقط فدل على أن النون أصلية فيه النون أصلية فيه فيكون من شطن فالفعل الشين وطا والنون شيطان فيه زيادتان ما هما الياء والألف شيطان فيعال حروف زيادة كم هي عشرة مجموعة في قولك سألتمونيها هذه حروف الزيادة على الفعل أي فعل حينما تصرفه يعني الذي هو الثلاثي المجرد الثلاثي خلاف المزيد في هذه الحالة قد يزيد حروفا فحين يتزاد في حروف أنت تزيد في الفعل في نفس الموضع هذا الحرف الزياد فشيطان يقال على فيعال وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم رؤوسهم في الشر قالوا إن معكم إنما نحن جاءوا بالحصر إنما نحن مستهزئون فهذه هي طريقة أهل النفاق وأهل الكيد هذه طريقتهم يستهزئون لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم عليهم كما تقدم في مسألة المخادعة وأن خداعهم يعود وباله عليهم ولهذا قال سبحانه الله يستهزئ بهم سبحانه هم قالوا إنما نحن مستهزئون فالله سبحانه وتعالى رد عليهم كيدا فالله يستهزئ بهم تقدم الإشارة إلى المخادعة وأنها حقيقة وأنه حين يكون في مقابلة استهجائهم يكون استهجاء بحق وتكون مخادعة بحق فليس المستهزئ والمخادع والماكر والماكر ونحوهما من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى إنما هذا يوصف به وصفا مقيدا فلا يطلق هذا الوصف له سبحانه وتعالى وصفا مطلقا إنما حيث يكون لرد كيد الكائدين واستهجاء المستهجئين وخداع المخادعين لأهل الدين من المنافقين فلهذا قال سبحانه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذا هو حقيقة الاستهجاء فهم حينما يستهزئون فهم في الحقيقة الذين رجع مكرهم وكيدهم باستهزائهم عليهم ولقال ويمدهم يعني يملي لهم ويمهلهم فيما هم فيه من هذا الكيد ويمدهم في طغيانهم والمد في الغالب أنه يكون في الشر والإمداد يكون في الخير ونمد له كما قال سبحانه ونمد له من العذاب مد ولهذا قال سبحانه إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلت إن الله ليملي للظالمين حتى إذا أخذه لم يهلت يملي له جاء ظلم وأعظم الظلم الظلم في باب الدين حين يستهزئون ويخادعون ويكيدون فقال الله يستهزئ بهم ويمد في طغيانهم الطغيان هو التجاوز والعتو ويمدهم في طغيانهم يعمهون العمى هو الحيرة والضلال والعمى يكون في القلب ويكون معنويا يكون أمرا معنويا والعمى يكون بأمرين يكون بعمى الرأي وعمى البصر لكن عمى البصر لا يضر بل قد يكون نعمة إنما الذي يضر عمى البصيرة فهو الذي يعمه في ضلاله لكن يطلق العمى على عمى البصر ويطلق على عمى البصيرة الذي هو العمى والعمى لا يكون إلا في عمى الرأي ولهذا قال في طغيانهم يعمهون يتحيرون ضالون متهوكون هذا لا شك ضلال مبين هذه من أعظم الحيرة والضلال ججاء وفاقهم وربك بظلام للعبيد لأنهم جاغوا عن الحق وردوا الحق فلما جاغوا أجاغ الله قلوبهم كما قال سبحانه ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم نتركهم ثم أخبر سبحانه وتعالى عن أمر آخر تتعلق بأن حقيقة اشتجائهم ومخادعتهم يعود عليهم فلهذا قال سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في صفة أهل الإيمان قال سبحانه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهلحون أولئك الذين ارتفعوا بإيمانهم وثبتوا بيقينهم على هدى متمكنون من الهدى أما هؤلاء فهم قد انغمسوا في الضلال ولهذا قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اشتروا الضلالة لا أبخس ممن باع أغلى ما يكون وأثمن ما يكون في نجاته وسلامته في الدنيا والآخرة والفوز والنجاة لا أسلم ممن يعني هذا الذي باع الهدى الذي الذي فيه سلامته وفيه نجاته لا أبخس لا أحد أبخس منه حظا ولا أشد منه ضلالا مما وقع فيه أولئك 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 الذين اشتروا الضلالة اشتروا باعوا والشراء من كلمات الأضداد من الكلمات التي هي ماذا أضداد ما هي الأضداد نعم لا كلمة الأضداد في العربية كلمات تكون للشيء وضده للشيء وضده هناك كلمات تكون للشيء وضده وهي كلمات في العربية قد تكون من أسبابها والله أعلم اختلاف لغات العرب وأحيانا نفس القبيلة الواحدة أو الجماعة الواحدة يستخدمون هذه الكلمة هم أنفسهم يستخدمون هذه شيئين مثل الشراء وشروه بثمن بخس دراهي معدودة شروه ما يعني شروه باعوه أولئك الذين شرووا الضلالة باعوا الضلالة شرووا الضلالة بالهدى فهم في هذه الحالة حين باعوا الهدى وأخذوا العوض الضلالة ولهذا قال هنا بالهدى والباء تدخل على المتروك الباء تدخل على المتروك لا المأخوذ تقول اشتريت الطعام بدرهم مثلا اشتريت هذا الكتاب بمئة ريال المتروك ما هو المأخوذ ما هو الكتاب والمتروك المئة فأنت اعطيت مثلا المئة واشتريت واخذت الكتاب فالباء تدخل على المتروك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ايه والله تجارة خاسرة صفقة خاسرة ما ربحت تجارتهم وهذا مثل عظيم مثل سبحانه وتعالى هؤلاء القوم ينبع واشترى وهذه لأجل التقريب ولأجل تعظيم المقام وتصوير على هذه الصورة وفيه يعني أنواع من البيان والبلاغة يذكرها البلاغة في هذه الأساليب حين تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى أولئك أولئك الذين غرقوا في الضلالة اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ما ربحت تجارتهم في الدنيا وما كانوا مهتدين ظلوا وأعظم الضلال حين يصيرون إلى الموت إذا صاروا إلى الموت عرفوا عاقبة استهزائهم وعاقبة مخادعتهم فما كانوا مهتدين لم يهتدوا في الدنيا وإن كان من أبصر الناس وأهدى الناس في أمر دنياه لكنه ظال في أمر دينه قد يكون في أمر دنياه من أبصر الناس ومن أعلم الناس لكنه كان على غي وظلال واتخذ هذه الدنيا سبيلا إلى ضد ما خلق له والله عز وجل خلق عباده لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا اتخذه للصد عن دين الله ويقال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين حذف المتعلق ليسوا مهتدين في أي أمر من الأمور وهؤلاء هم أصحاب النفاق الاعتقادي ولهذا جل الله سبحانه وتعالى أمرهم وضحه وبينه بالمثال فقال سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسل في ظلمات لا يبصر مثلهم هذا مبتدى كمثل قيل جار مجرور والمتعلق الخبر وقيل الكاف هي الخبر وأنها بمعنى مثل مثلهم مثل مثلهم مثل الذي وهما إعرابان فعلى تكون الكاف هنا ليست حرفا تكون إسم بمعنى مثل ويكون خبرا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الله سبحانه وتعالى صور المنافقين صور المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر واختلف في هذا المثل والذي بعده في قوله أوك صيب من السماء هل هم هل هما مثلان لصنف واحد من المنافقين أو مثلان لصنفين من المنافقين وأن المثل الناري لصنف وهم عتات المنافقين وأن الصنف الثاني مثل وهو المثل المائي لصنف آخر من المنافقين على قولين اختار ابن جرير أنه لصنف واحد اختار ابن كثير أنه لصنفين فقال سبحانه مثلهم كمثل استوقد نارا قبل ذلك أيضا أشير إلى كلمة مهمة في قولي سبحان أولئك الذين اشتروا سبق أن الشراء يطلق على البيع وعلى نفس الشراء شراءك للشيء وبيعك يطلق عليه أولئك الذين اشتروا اشترى وش أصله اشتروا وش أصله الفعله المجرد ما هو شراء أصله يعني يا شراء في آخره وهنا قال اشتروا قال اشتروا فدل على أن أصل الواو هذه يشتكون يا فالعلماء كما تقدم نظروا في الكلمات وإن كان العرب مثل ما تقدم مثلا في أنها لقوا قالوا أصل لقي لم يتكلموا العرب بهذا لكن لما أنها صرفت ورأوا أن الياء موجودة فيها فقالوا إن أصلها ياء كذلك أصل اشتروا قالوا أصل اشتروا أصله ماذا اشتريوا اشترى ترأيوا الياء مضمومة فقالوا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا تقلب ماذا ألف وهذه قاعدة صرفت تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما فإنهما تقلبان ألفا فاشتروا أصله اشتريوا فعند ذلك قلبت الياء ألفا فقيل اشتروا اشتروا ألف وواو فالألف ساكن هو الواو ساكن إذا كتبتها تقول اشترى تضع ألف ثم بعدها واو ثم بعدها واو الجماعة هذه الفاعل ثم ألف بعدها الفارقة فهذا لا شك أن النطق بهذا يعني فيه ثقل فعند ذلك حذفت الألف حذفت الألف فقيل اشتروا اشتروا لما حذفت الألف اشتروا الفعل هذا كيف إعرابه الفعل الماضي إذا اتصل به الواو فإنه يبنى على ماذا على الضم عند أهل الكوفة وعند أهل البصرة يبنى على فتح المقدر منع من ظوره حركة المناسبة هذا أهل البصرة وعلى هذا يكون إعرابه بالواو على أنه مرفوع بضمه مقدرة يكون بضمه المقدرة على الألف المحذوفة أو التي أصلها يا أصلاً اشتريوا ثم تحولت إلى ألف ثم حذفناها اشتروا الظلات هدى فما ربحت تجارته وما كانوا مفتدين وهذا يأتي في كلمات كثيرة اشتريوا وغيره من الكلمات قال سبحانه مثل كمثل استوقد ناراً هذا المثل الناري بصنف من الكفار المنافقين استوقد بقيل معناه أوقد بأن استفعل تأتي على هذا الفعل وتأتي بمعنى الطلب وتأتي بمعنى الصيرورة استوقد إما أنه طلب من يوقد له شعلة من نار فأوقد ناراً أو أنه أوقد مثلهم كمثل استوقد ناراً فعلى هذا يكون على أنه على أنه الاستفعال والطلب يكون طلب من يوقد له وعلى أنه هو الذي أوقد تكون بمعنى الصيرورة مثل استنوق الجمل استحجر الطين استكبر فلان مثلاً استنسر البغاث البغاث في أرض يستنسر نحو ذلك فمثلهم كمثل استوقد ناراً أوقد نار عظيمة وهذا يبين أنه كان في الليل ولا في النهر في الليل لأنه بدليل لماذا بدليل لماذا نعم لا من الآية استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله سيدل على ماذا أنه كان في الليل أضاءت لأن الضاءة النار تكون في الليل أما في النهر فهو مضي واضح هذا مثلهم كمثل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله أبصر ما حوله ورأى ما حوله وعرف طريقه ذهب الله بنورهم النار فيها صفتان ما هما صفتان ما هما إحراق إحراق وإشراق فالله سبحانه وتعالى بماذا ذهب بالإشراق ذهب الله بنورهم يعني أخذ من هذه النار النور فبقيت ماذا النار المظلمة لأنهم في ظلمات الغي في ظلمات الكفر هذا مثل يمثل الله سبحانه وتعالى به أهل النفاق الذين خالطوا أهل الإسلام واستضاءوا بشيء يسمعون منهم القرآن يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويخالطونهم ويشاركونهم في المغانم يشاركونهم في جماعاتهم وفي طعامهم ويناكحونهم ويجالسونهم فهذا نوع من الضياء لهم ولهذا قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم بهلاكهم حين هلكوا آل بهم إلى الموت فكان فيه العذاب العظيم ولهذا قد بقي عليهم الإحراق وذهب عنهم الإشراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهم في ظلمة الليل هذا المثل ظلمة الليل وظلمة هذه الإحراق لأن الله أخذ النور فبقيت النار المظلمة المحرقة فهم في ظلمات لا يبصرون كذلك أهل النفاق في ظلمات الغي والشك والشرك والشقاق والنفاق ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وهذا كالمثل ضربه الله في سورة النور لما قال والذين قال سبحانه والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الضمأن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حساب أو كظلومات قال أو كظلومات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض وفوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ظلمات بعض وفوق بعض وهذا مثل هذا المثل مضروف في سورة النور والمثل الذي قبله والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة كهذين المثلين لكن هذان لكن في سورة النور للكفار للكافر الجاهل الجهل المركب والجاهل الجهل البسيط ولهذا قال ظلمات بعضه إذا أخرج يده لم يكدر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فالله سبحانه ظرب الأمثلة للكفار والمنافقين أنهم في ظلمات ولهذا قال وتركهم في ظلمات فظلمات الكفار والمنافقين تتفق في أصل الشرك والنفاق والشيقاق والعداوة لأهل الإسلام وتركهم في ظلمات لا يمصرون لماذا تركوا لأنهم تركوا الهدى وتركوا دين الحق فلهذا تركهم سبحانه وتعالى في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يمصرون البصر الحقيقي هو نور البصيرة وهو نور الإيمان ولهذا قال ذهب الله بنورهم وربما يؤخذ من هذا والله أعلم من يعلم الخير ولا يعملوا به من يعلم الخير ولا يعملوا به لأنه قال سبحانه وتعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ولهذا جاء في الآثر أن من يعلم الخير وليعمل به كالسراج كالفتيلة في السراج تحرق نفسها وتضيء ماذا لغيرها فنورها منتشر نورها منتشر لكنها تحرق نفسها قال سبحانه وتعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم في الآية قال فلما أضاءت ما حوله هذه الإضاءة إضاءة ليست عن يقين بما أضاءوا بما استضاءوا به من هذا النور بسبب مخالطة أهل الإسلام جورا وبهتانا ومخادعة ونفاقا ولقال أضاءت ما حوله أما الإيمان نور الإيمان إذا دخل في الصدر انفشح وانشرح وأضاء له طريقه وكان نورا عظيما وبحسب ما عنده من الإيمان يكون نوره ويكون أثر نوره في الناس لحسب ما يرى منه قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلومات لا يبصرون ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث لعلكم تستحضروا حضراً الآن لكن يستحضر كفضل القمر أول كفضل القمر على شائر الكواكب فضل العالمي على العابد أنا فضل العالمي على العابد كفضل القمر على شائر الكواكب شوف جعل العالم الذي يعمل الخير ويعمل به كالقمر القمر هل يضيء ما حوله أو يضيء الدنيا إذا خرج طلع أضاء ماذا أضاء الدنيا كلها أضاء الدنيا كلها كفضل القمر على شائر الكواكب الكوكب يضيء نفسه وما حوله والقمر ماذا يضيء يضيء الدنيا كلها لكن هناك من تكون إضاءته حقيقية وإن كانت إضاءة ليست كإضاءة القمر وهناك إضاءة مجورة وهي الإضاءة التي ذكر سبحانه وتعالى عن المنافقين فآلت إلى الإحراق فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ولهذا قال بعضها العلم علف القيم رحمه الله أنه مثل العالم بالقمر مثل العالم بالقمر بضيائه ولم يمثل بالشمس لأن الشمس فيها ضياء وفيها إشراق وفيها إحراق والقمر فيه ضياء بلا إحراق فلهذا مثل بالقمر وغيره كالكواكب يكون منها ضو واضي ونور بحسب حالها لكن هؤلاء تركهم شبح جزاء وفاق لأنهم تركوا الهدى وأعرضوا عن الهدى فتركهم في ظلومات لا يبسل يتخبطون ولهذا يقول يقول رحمه الله أحد العلماء أبو بكر الآجري أبو بكر الآجري في كتابه أخلاق العلماء أخلاق العلماء في كلام له طويل ذكر مثلا عظيما للعالم الذي يضيء ويبين الهدى قال رحمه الله مثل العالم في إضاءة الهدى للناس مثل قوم كانوا يسيرون في برية يسيرون فأظلم عليهم الليل وليس عندهم ما يستطيعون به وكانوا في أرض وفي واد في حيات وسباع وفيه مهاوي فأظلم عليهم فالواحد منهم لا يبصر يده بشدة الظلمة فلا يدري أحدهم هل يطأوا على حية أو يسقطوا في حفرة فهم في كرب عظيم فبينما هم كذلك إذ رأوا نورا عظيما من بعيد لكنهم يرون النور والنور لا يزال لم يصل إليهم فلم يضئ إليهم ولم يصل ضوءه لكن يرونه بعيد مثل ما يكون الإنسان مثلا في برية ويرى نور بعيد مثلا عنه مثلا ضوء سيارة ونحو ذلك فيرى فيراه بعيدا لكن لا يضئ مكانه لبعده يقول فلم يجل يقرب هذا النور منهم كلما قرب هذا النور كلما أضاء كلما قرب كلما أضاء أضاء ما حولهم حتى أقبل إليهم من يحمل مشعل عظيما فأضاء ما حولهم فرأوا مكانهم وعرفوا أين هم متجهون وعرفوا بعضهم فإطمأن بهذا النور وهذا المشعل فهذا حين جاء إليهم قال لهم أريد أن أنقلكم إلى مكان خير من مكانكم وأفضل فاتبعوني فقالوا لا عرفنا الآن واطمأننا وعرفنا أين نحن فقال إن هذا المكان يأتيكم فيه كذا وأنتم يعني لستم على مأمى من هذا المكان فاتبعوني فاتبعوا بعضهم وبعضهم أبو فالذين لم يتبعوه بقوا في هذه الظلمة وتركوا في ظلالهم فلم يتبعوا الهدى فتركوا الهدى فبقوا في ظلماتهم يقول هكذا ينبغي أن يكون أهل العلم في نشر العلم والهدى ويكون من يسمع العلم والفائدة في أخذها ونشرها فلا فلا يأخذ الفائدة ويكتمها لا فإنه ينشرها والدال على الخير يكون مأجورا بهذا والدال على الخير كفاعلة ومن سن سنة حسن فلا أجرها وأجر من عملها وأعظم السنن السنن في باب العلم ونشر العلم ولهذا قال سبحانه وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم ذكر أنهم في هذه الحال في حال الظلمات قال سم بكم عمي فهم لا يبصرون فهم لا يرجعون سم بكم عمي سم بكم عمي فهم لا يرجعون سم عن سماع الحق مثل من يمتنع عن سماع الخير أو يسمعه لكن لا يعمل به فلا يكون سماعا حقيقيا ولا قيمة بكم عن التكلم بالحق قد يكون عالم بالحق فيكونوا أبكم كاليهود الذين كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وحسدوه وجحدوا النبي عليه الصلاة والسلام مع أن صفته موجودة في كتب يعرفون ذلك وجحدوا بها وستيقانتها أنفسهم ظلما وعلوا صم عن سماع الحق بكم عن التكلم عمي لا يبصرون فهذا العمى هو عمى البصيرة فهم لا يرجعون وإن كانت أسماعهم الحسية وألسنتهم وأبصارهم تعمل لكنها كلا شيء فلا قيمة لها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا فهم سدوا منافذ الخير سدوا منافذ العلم فلهذا قال خلوا إلى شياطينهم ماذا يقولون يقولون الهالكة سيفتح الله عليه سبحانه وتعالى وهذا خلاف بين أهل العلم في هذين المثلين من أهل العلم قال إن هذا المثل أو بمعنى الواو يعني أن هذا مثل لهؤلاء مثل ثاني لهؤلاء الذين قال مثلهم كمثل استوقع نارا ومثل آخر أو كصيب من السماء وهذا اختيار ابن جلي كما تقدم وابن كثير قال إنه لنوع آخر من المنافقين لنوع آخر من المنافقين وقال إن المثل الأول لمن آمن ثم كفر آمنوا ثم كفر فاطب على قلوبهم أم لا يفقهون وأنهم حين الشضاء بالنور لكنهم كفروا وعادوا بالغي والضلال وأن هذا النوع والمثل الثاني نوع آخر من المنافقين هم دون هؤلاء المنافقين والأظهر والله أعلم كما قال ابن جري والله أعلم أنه بصنف واحد وأن الله سبحانه وتعالى ضرب لهم مثل يلي مثل الماء مثل ناري ومثل مائي ولهذا قال سبحانه أو كصيب من السماء من السماء فيه ظلومات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواق من الصواق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب يعني أن مثل هؤلاء القوم كصيب أي كماء نازل أو كصيب أو كصيب من السماء والسماء هنا المراد به العلو كل ما علاك فأضلك فهو سماء ما علاك فأضلك فهو سماء أو كصيب من السماء أي من العلو لأنه ينزل من السحاب والصيب سمي صيبا من صاب يصوب إذا نزل صاب يصوب ولهذا قد تقول الله هنا قال أو كصيب وفعله المضارع بيصوب فدل على أن أصله أصل يا ماذا أن أصلها واو هنا قال يصوب أن أصلها من أصلهم صاب يصوب فقالوا إن أصلها صيوب صيوب فاجتمع ساكنا اجتمع هذا اجتمعت الواو والياء سبق أحدهما بسكون فقلبت الواو ياء فاجتمع ياء فأدغمت في الياء فقيل صيب وله نظائر في الكلمات مثل سيد يقول أصل السيود لي أصله لي هي هي كلمات إذا صرفتها رجعت إلى الواو فتبين أن هذا هو أصلها ونقاش أشغنه أو كصيب من السماء أي منعو فيه ظلمات ورعد وبر يعني ظلمة الليل وظلمة الشحاب وظلمة المطر هذه الظلمات مثل شبحانه وتعالى بها أهل النفاق وأنهم في ظلمات كما تقدم وقد يؤيد هذا والله أعلم أنهما مثلان لصنف من المنافقين لأن المراد بهم المنافقون النفاق الأكبر لكن قيل إن الأول لمن آمن ثم كفر أما الصنف الثاني لمن لم يؤمن أصلا من أول أمره على النفاق وهذا محتمل هذا اختار أبو الكثير رحمه الله فقال المثل الأول لمن آمن ثم كفر ولا يكون إلا عن دغل في القلب لا لأن الإيمان إذا دخل القلب فإنه ينفشح وينشرح ولا يتركه سخطة له فلهذا يكون لدغل في القلب فابن كثير رحمه الله يقول إن المثل الثاني لمن لم يؤمن أصلا بل كان من أول أمره في حال النفاق لم يقع منهم إيمان أصلا فالله أعلم أوك صيب من السماء في ظلومات ورعد لكن هنا قال في ظلومات وفي المثل الذي قبل قال أيضا في ظلومات وهنا قال فيه ظلومات يعني الأول قال تركهم في ظلومات في ظلومات هنا قال أوك صيب فيه ظلومات فيه ظلومات لكن في المثل الذي قبله قال في ظلومات فهو منغمس في الظلومات بعضها فوق بعض أو كصيب من السماء فيه ظلومات ورعد وبر يجعلون أصابعهم قال كثير من هذا العلم إن الرعد ما يكون من زواجر القرآن ووعيده وما فيه من ذكر النار فعند ذلك هو لعدم إيمانه إذا سمع مثل هذه قوارع والزواجر فإنها تزعجه كما يقع يقع لمن يسمع صوت الصواعق التي تصعق الأسماء وقد تهلك فلشدة خوفه وجله ولنفوره من القرآن يكون حاله كحال من يكون في حال ظلمة في نزول مطر شديد منهمر في ليل وفيه صواعق وفيه برق شديد يكاد يخطف بصرة فالصواعق تكون لأجوافهم وقلوبهم والبرق يخطف أبصارهم فكذلك هم حين يسمعون القرآن تكون هذه حالهم لأنهم في حال شك واضطراب وريبة ولهذا قال في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم من شدة خوفهم وانزعاجهم يريد أن يجعل أصابعه في أذنه مع أنه لا يمكن أن يدخل أصابعه يجعلون أصابعه لأنه لا يمكن إلا أن يضع طرف الأنمنة في أذنه لكن مع شدة الهلع شدة الجزع يدخل جميع أصابعه في أذنه يريد ذلك هذا يمثل حالهم في حال الشيك ولا شيء في حال الشك والشكوك والريب لا شك أنه حال منكره والعياذ بالله وهذا يبين سوء حال أهل النفاق عياذا بالله من حالهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لماذا؟ حذر الموت هذا مفعول أجله مفعول لأجله حذر الموت لكنهم هؤلاء المساكين الذين بخشت تجارتهم يظنون أنهم يهربون مما قدر عليهم فالله سبحانه وتعالى محيط بهم والله محيط بالكافرين محيط بهم لا يفوتونه ولا يذهبون وكيدهم يعود إليهم ولهذا قال والله محيط بالكافرين ثم ذكر يكاد البرق يخطف أبصارا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب شبعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا تمام هذا المثل يكاد البرق يخطف يخطف هذه الجملة هي خبر يكاد ويكاد دائم خبره يكون فعلا مضارعا فنفس الجملة هذه في محل نصب خبر يكاد البرق يخطف أبصارا كما تقدم من شدتي وشدتي لمعاني كل ما أضاء لهم يعني في مخالطتهم لأهل الإيمان والإسلام وحين يسمعون منه القرآن يضيء لهم فيأنسون بهم ويغنمون من هذه المغانم وربما يكسبون شيئا من المال فيناكحونهم ويتزوجون منهم ويكسبون من المغانم لمخادعة لهم لكن الله سبحانه وتعالى محيط بهم ولهذا قال وإذا أظلم عليهم قاموا إذا أظلم قاموا قاموا متحيرين لا يدرون أين يذهبون وإذا أظلم عليهم قاموا والله سبحانه وتعالى لو شاء ولو شاء الله يذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدر يعني أنه يضرب مثلهم بمثل من كان في حال الصواعق والبرق الخاطف وهذا المطر الشديد الذي يكاد يهلكون معه وتذهب أسمعهم صارم والله سبحانه وتعالى لو شاء لا أذهب أسمعهم الحسية بدون هذا لكنه سبحانه وتعالى ذكر أنهم قد ذهبت أسماعهم المعنوية وأبصارهم وبصيرتهم وأنهم لا بصيرة لهم ولا سمع لهم ولا فقه لهم لتركهم الهدى وارتكاسهم في الضلال فهذه أمثلة عظيم وأمثال عظيم يضربها سبحانه وتعالى لتعقل أسأله سبحانه وتعالى اجعانيكم من المتعقلين لها المتأمنين لها منه وكرمه نقف عند قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ابعدوا ربكم الذي خلقهم الذين من قبلكم لعلكم تتقون